بس خليني بعملية سيف المخلب التي بدأنا بها الآن الجوية وزير الدفاع التركي أعلن عن استهداف 471 هدفا وتحييد 254 إرهابيا كما قال إلى أي مدى تبدو هذه العملية قاسمة لظهر الميليشيات التي تدعي أنها تنتسب لأهلنا الأكراد هنا سأفرق ما بين استهداف أو القتال ضد قسد أو ضد البيكيكي وضد الأكراد الأكراد هم الشعب الكردي العظيم هو شعب مكون من مكونات الشعب السوري وشعوب المنطقة أما اليوم القتال هو ضد هذا الحزب الذي سيطر أو سرق قرار الشعب الكردي وبعد يمثله بينما الحقيقيين الثوريين الكرد مثال مشعل تم وتم قتله وكذلك هناك الكثير المجلس التركي والمجلس العسكري الكردي أين هو؟ هو معتقل منذ عام 2013 على يد عناصر الحزب يعني إذن الحزب هو يسيطر كما حزب البعث يسيطر على القرار في سوريا جميلة جدا